اشتركوا في القناة بفتح حسابات بنكية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل وقت تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وكالة أمريكية اقتصاد الجزائر سينهار أفادت وكالة برونبيرغ الأمريكية أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار في حسب وأضافت مصادر أخرى أن الجزائر تعيش أزمة مالية خانقة تتجلى في التراجع المتواصل لمخزونها من احتياطي العملة الصعبة الذي يعيش وضعا غير مسبوق حيث أن مخزون الجزائر من الدوفيز نزل مع بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار ويتخبط الاقتصاد الجزائري منذ سنوات في الهشاشة بفعل تراجع مداخله من عائدات البترول والغاز نتيجة تراجع الأسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة ما أجبر الجزائر منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها المالية كان من بين نتائجها الوخيم تعليق عملية استيراد المواد المعدة لإعادة البيع عاجل حكومة إسبانيا توجه الضربة القادية إلى التابون والجزائر بسبب إبراهيم غالي أفاد التقارير إعلامي جزائري أن زعيم جباد البوليزاري الفصالية قد غادر مستشفى عين نعجب الجزائر نحو العاصمة الكوبية هافانا بعد تظهر حالته الصحية ووفقا لذات المصادر فإن طائرة طبية مجهزة تابعة للرئاسة الجزائرية هي التي أمنت الرحلة الجوية الرابطة بين الجزائر والدولة الكاريبية التي تعد من بين داعم مرتزقة البوليزاري والقلاء الحاليا من جهة أخرى تشير مصادر إسبانيا إلى أن حكومة بيدرو السانشيز رفضت طلبا جزائريا لاستقبال غالي بأحد مستشفياتها مفضلة النأي بنفسها عن أي تصرف قد يغضب المغرب وهو ما أجبر جنرالات العسكر على البحث عن وجهة بديلة خاصة وأن سرطان المعيد نخر جسد خادمهم بشكل كبير مستجدات فيروس كورونا بالمغرب خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل ستة آلف وعشرون إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 866 ألفا وتسعمائة وتمانية وستون حالة في المغرب ووفق المصدر ذاتي فإن مجموعة تحاليل المنجز عقب إجراء تسعة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وتسعون من الفحوصات خلال المدة نفسها قد بلغ تمانية ملايين ومئة واثنين وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في التاني من مارس من العام الماضي وأفادت المعطية الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل مئة وفات ليصل العدد إلى 12749 بينما تم التأكد من 7057 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي تعافي 800664 كبار المنتخبين في ورطة بعد تعليمات من الداخلية بفتح حسابات بنكية ألزمت وزارة الداخلية وكلاء اللوائح المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحمل الانتخابي لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق وحسب ما أورد تجريدة المساء فقد وجه وزير الداخلية عبد الواف الفتيت مراسلة إلى أمناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على تزكي حسابا بنكي خاصا بالحملة الانتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين ورفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا اختارهم بهذا الإجراء الجديد في عزة الحملة الانتخابية بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية ولجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل اللائحة خاص بالحملة الانتخابية وأشارت وزرات الداخلية في المرسل إلى أمناء الأحزاب السياسية إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية صدرت بالجريدة الرسمية وتهم تحديد قائمة الوثائق والمسندات المتبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الانتخابية عندما ذكر الملك محمد السادس أسباب عدم اهتمام المغاربة بالانتخابات ذكر الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تورة الملك والشعب صيف 2015 الأسباب التي تجعل المواطنين المغاربة لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها ومن ذلك أن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم على الوجه المطلوب ومنهم من يختفون لخمس أو ست سنوات ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية وفي خطابه قال الملك إذا كان عدد من المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم على الوجه المطلوب بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبيه وهنا يجب التشديد على أن المنتخب كالطبيب والمحام والمعلم والموظف وغيرهم يجب أن يشتغل كل يوم بل عليه أن يعمل أكثر منهم لأنه مسؤول على مصالح الناس ولا يعمل الحساب الخاص غير أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط وليس من أجل العمل وعندما يفوزون في الانتخابات يختفون لخمس أو ست سنوات ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية لذا فإن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكتر من الكلام ويرفع صوته أكثر من الآخرين بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم خلال الفترات الانتخابية ويبع الوعود الكاذبة للمواطنين فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالاً يعاقب عليها القانون وإنما هي أيضاً تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين لذا فإن التصويت يجب أن يكون لصالح المرشح الذي تتوفر فيه شرط الكفاءة والمصداقية والحرص على خدمة الصالح الآم وهنا أقول للأحزاب والمرشحين إن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط وللمواطنين أوجه هذا النداء إن التصويت حق وواجب وطني وأمانة تقيلة عليكم أداؤها فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم أو لتكريس الوضع القائم جيداً كان أو سيئاً وعليكم أن تعرفوا أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلسها بالاقتراع المباشر يعطيكم سلطة القرار في اختيار من يمثلكم فعليكم أن تحكموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار لأنه لن يكون من حقكم غداً أن تشتكوا من سوء التدبير أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم يذكر أن المغاربة مقبلون على استحقاقات الانتخابية تشريعية وجهوية وجماعية يوم الثامن شوتنبر وقد انطلقت الحمل الانتخابي الأسبوع الماضي في ظل الإجراءات والتدابير الإحسرازي التي تدبر بها جائحة كورونا في المغرب